السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمضان كريم لكل ممتبعيني وحبيبي ارايكم يا جماعة في المعجنات بتاعتنا احنا عملناها بطريقة مبسطة جدا جدا والطعم حكاية وشكلها زي ما انت شايفها كده بالزبط حلوة جدا 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 يلا بينا مع بعض شوفوا عملناها ازاي والعجينة كمان اطنية على الاخر شايفت جمال يلا مع بعض نشوف عملناها ازاي كل سنة وانتو طيبين ورمضان كريم على الكل النهاردة هنعمل معجنات بطريقة مبسطة على الاخر والعجينة بتاعتنا شايفة جمالها اطنية جدا جدا وهشة وخفيفة وإحنا عاملينها في القناة وهسيب لكم الرابط بتاعها هنبتجي بقى ناخد العجينة بتاعتنا ونبتجي بقى نشتغل شايفة العجينة معايا اطنية جدا جدا وخفيفة على الاخر هتعمليها فعلا هتفرح جدا بتطلع لك حاجات رائعة حادق والحلو شايفة بتتفرد معايا بكل سهولة وجايبين معنا زعطر هنحط في نص العجينة زي ما تشكتة شايفة بالزبط عشان المعجنات لما تطلع من الفرن من كل شيء المعجنات تبقى فضجة لا بتبقى فيها زعطر بتديها نكهة مختلفة وطعم رائع جدا جدا شايفة بقى انا بلف العجينة بتاعتي بطبقها ازاي وما شاء الله عجينة جميلة جدا هتعمليها هتعمليها على طول هفردها بقى بالشكل ده وهجيب معايا صنية فيها ورد زبطة ورشن كده حابة ديق كده بسيط وهنبتدي نفرد العجينة بتاعينا وخلاص احنا كده فردنا العجينة وسبناها تخمر نص ساعة لازم تخمر معاك نص ساعة على اساس تقدر تعمل الاشكال اللي احنا هنشكلها بادينا دلوقتي شايفة بنشكلها ازاي لو ما خمرتش ممكناش هنعرف نشكلها الاشكال دي شايفة شكلها سهل جدا جدا وبسيطة ومعاين بقى الحشو انا عامل عصاك وفلفل احمر طبعا الحشو ده حسب اللي انت حباه شايفة معنا عصاك وفلفل احمر رومي اللي بنام كده على بعض ويلا نبتدي نحشي وشوف بقى الجمال واحلى معجنات هتعملها لاولادك وكل سنة وانتو طيبين وخلاص كده خلصنا الحشو بتاعنا جايبين معايا بضايا وحطينا فيها ملائة خل علشان تمنع الزفارة ونبتدي بقى ندهن المعجنات بتاعتنا بتديها لون دهبي جميل جدا وفي نفس الوقت شكلها رائع والطعم وخرافة وحبت البركة ولو عندي جبنة تركي يعني اللي انت حبها تحطيه خلاص ده كل ده اختياري هنحط بقى جبنة تركي كده على الحروف بتديها برضو شكل جميل جدا والطعم بقى مقلكيش على جمالها حقيقي حقيقي معجنات رائعة جدا وش هتاخد من ايدك دقيق هندخلها الفرن على دركة حرارة مية وتمانين ويلا بعد ما تطلع نشوف شكلها يكون هعمل زي وده شكل المعجنات بتاعتنا بعد ما تطلع من الفرن رائعة جدا ومقلكيش على جمالها ورحتها وكل سنة ومتوا طيبين هتعملوها فعلا فعلا هتعملوها كل يوم للاولاد وكل سنة ومتوا طيبين ورمضان كريم على الجول ويلا بينا مع بعض بقى نقطع المعجنات بتاعتنا ونشوف شكلها يكون عامل ازاي حقيقة خفيفة جدا وقطنية على الاخر هشة جدا جدا شايفة بقى منقطعها ازاي يلا بنا قدمها في الطبق ونشوف شكلها يكون عامل ازاي وده شكل المعجنات بتاعتنا بعد ما قطعناها ما شاء الله حلوة جدا جدا وشايفة هشة ازاي ومرتفعة بصراحة هتعمليها هتعمليها على طول وكل افراد الاسرة هتطلبوها منك باستمرار وشايفة التسوية بتاعتها مظبوطة ازاي ويا رب ان شاء الله الوصفة عجبته اشتركه في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد والدعوات من القلب للقلب ورمضان كريم على كل حبيبي امتابعيني وكان معكو اماني سالم وان شاء الله بالفة عنا وعنا